كنتين مبسط بالحلقة مع ريان بتعقدت فاتت لجوة وفرجت مني إشياء هل إيهم بركي أمردي إنو فرجي لأنو فيه أبس أن داونز بالحيات وهلأ نحن نبركي لكواحد تكون البلنيرابل شوي ضعيف وإن شاء الله كل الأمور تمروا على خير إن شاء الله تنبسوا بالحلقة موسيقى هشام ريان بياناتنا اليوم هشام مبسوط مبسوط الحمد لله لازم يكون إنسان مقتنع أكتر مازل يكون مبسوط ببلد مثل لبنان حتى الإقتناع هو يعني مبسوط فإذا مقتنع بتكون إنف يعني لتكون مبسوط بعدين شو بدو الإنسان أكتر من هيك حدا يعني إذا حدا متلي بيقول يجي بلش الحلقة لأنه لأ مني مبسوط ولأ ولأ لأ بكون عن جد عم بكفر لأنه بكفر بالنعمة واحد متلي مجوز عنده ولدين بجننه شغله منيح ناجح بحياته الحمد لله حقق كتير إشياء من خرية 14 سنة بالتليفزيون حققت نجاحات عدة شو بدو أطلب أكتر من هيك يعني مني كمان الإنسان لما يطلب أكتر بيصير طميع بيبطل إنه بيصير نيء أو طميع وأنا مبنى مبنى ومني طميع شو هي التجربية اللي قطعت فيها وعن جد غيرت لك حياتك؟ كذا واحدة أمراض مش أنا يعني حواليه مرض خيه من الإشياء اللي تتير أسرت فيه بمرأة بسنة أعمل سرطان بالدم وصح بس غيرت لي حياتي لأنه مفرجتني إنه ممكن بأي لحظة من اللحظات هيكي تدني إلي بحياتك فوق أنا تحتاني تكون عم تعيش الفرح والنجاح يوميا وعم بطلع مساري بتاخد تلاحظ إخشي إنه كل ما قاله طعم قدام الصحة صحة الصحة هي أهم شي صح أنا بعرف إنه كان جوابها كيدا رح يكون فمش نيك عندي أسئلة عن هالموضوع كيف تلقيت الخبر إنه أول شي ماهر كان منصب الكانسر؟ تلقيت الخبر ماكنت بي لبنان كنت بي دبي وبيقلي خيى إنه هو خيى كيف عرف بطريقة شوية عجائي فيه شي من العجائي بي يعني جرح عينه جرح صغير بس الورم اللي صار منه يعني الرابور مع الجرح كثير يعني جرح هالقدي ورمت عينه هالقدي ثلاثة أربعة أيام خمسة أيام ستة أيام بعدين صار يطلع له نقطة دم بقلب أمه هون أنا كنت صوت بلبنان رحت أنا في أنا ورحت أخدته على المستشفى أنا وبيا وتلقيت الخبر بالمستشفى وهو الخبر أول نهار طمنونا أنه هذا النوع هين بس هو صار معه بعد ثلاثة أربعة تاني يوم صار معه نزيف بقلب الرواية ونغطروا أن يموه يعملوا له قومة وكان في هون ريسك كبير على حياته ظل أربعة عشر يوم تحت الريسك هولي الأربعة عشر يوم هون اللي غيروا لي حياتي لأنه بعد الأربعة عشر يوم بلش خير رحلة العودة للحياة والعودة للتجاوب مع العلاج وبعدين صاروا أسهر وأسهر يعني كنا كلما عم تقدم بالوقت كلما عم يتمنون الحكم أكثر وأكثر ولكن هولي الأربعة عشر يوم كثير هيك غيروا لي حياتي هولي الأربعة عشر يوم كيف كان شعورك فيهم يعني شو كنت تتفكر شي مرة أنا أزيته لأخيه أصارت معه لأخيه لك للأماني لأ لأنه أنا مدكي 2009 أنا عم تحكي من أربعة عشر سنة من أربعة عشر سنة كنت عمري أنا ثمانة وعشرين ألا شو؟ من أربعة عشر سنة كنت عمري واحدة وثلاثين وعلاقتي أنا أخيي علاقة جداً قوية أبداً ما في آزة متبادلة أنا أفكر أنه أزيته لأخيه أو صار شي بيناتنا بالعكس ألاقتي أنا أخيك كنت علاقة مثالية لا هلأ لأ اليوم بعدها علاقة مثالية جايبتي جايبته وحياتي حياته أولاده 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 يعني ما عندنا أي أعي وأكيد من بعض ما مريدت صار عندي دائماً عندي هذا الشعور لماهر بالذات غير كل أفراد عائلتي وعنجد كثير يشعر لماهر بنفس الطريقة اللي يشعر فيها لأولاده يعني كثير بحس بحب خيه ألما بحب أولاده عندي نفس الشعور لأولاده إداعتك قوي لما صح؟ كثير هو أصلاً أبضاي يعني هو حتى بالمرض ما كان ضعيف فهو أبضاي أعطيني 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 صمود نحنا أقول إحنا ملنا عطلين يعني عائلتنا بقدام الأزمات قوية منه نهينين أنا توصلت مع ماهر وعنده سؤال إلك هو؟ عنده سؤال إلك علاقتنا بيقلك إنه علاقتنا كثير حلوة وكثير مثالية شو بتحبي علاقتنا تنتقل لكارل ومارك بكرا؟ ما بدلش يكهيز كلها تنتقل لكارل ومارك وكارل بديها كلها تنتقل لكارل ومارك وشير وهلأ هني على فكرة بيشبهوني أنا وياوتك إننا نحنا وصغار يعني أنا هو مارك وكارل في فرق أربعة سنين تقريباً ثلاث سنين نص وبينه يخيي أربعة سنين ونص تقريباً فرق العمر تقريباً هو ذاته نحنا وصغار مع أنه كان في فرق عمر كبير لأنه إذا عمرك أربعة عشر وخييك عمره عشرة يكون فرق صحيح أربعة سنين بس فرق كبير أنت مراهق ستو بعضه ولد وولادي هلأ نفس الشي مع أنه فرق العمر كثير يعملوا أشياء سواء يشار كل شيء يشار أيام يشار أيام يعني كثير أيام لأيهم ناموا بنفس ناموا يا عند مارك بتتخذ يا عند كارل بتتخذ يعني بحبوا يناموا حط بعضهم لليوم بعضهم مارك كثير بحب كارل كبير كثير بحب صغير بشكل رهيب يعني يعني كثير بحب أنه يضل حده وما زل بيروح أعياد ميلاد كارل بروح معه مارك يعني كثير أصغر منه لمارك والعكس صحيح أصحاب مارك بحبه كارل فنفس الشي وأنا خيي كانوا نفس الشي كانوا أصحابي يحبوا خيي كثير يلعبوا معنا فوتبول معه أصغر منا بخمسة سنين يعني خيي كان أصحاب مع أصحابي فنمت كثير بتشبهه وبتمنى تنتقل هي زيتها وبكرة على الكبر يصيرو كمان نفس الشي ولدك تعرضت لوعك صحيح من فترة وكان عندها تسامون بجسمه إذا كانت هذه الفترة صعبة عليك؟ كمان صحابي كثير أمي بيتشار عن قلبها بس أمي اقتربت من الموت أكثر من خييه بصراحة لأنه أكبر بالعمر ما تنسى كمان بس كمان قوية أمي كمان كثير قوية كمان عملوا لها انديوس كوما وكمان جوت مع العلاج وكمان المرض سقيل هلأ حماتي بتعاني من المرض أمي رأمرت كثير أسرة فيها بشكل رهيب لأنها مرأة فاضلة ومرأة بتجنن وهيكا الله يطول بعمرها كثير زعجني الموضوع كثير هيك مأثر فيي لأنه عن جد ما بتستهل أبدا صغيري بعدها وهي بس أنا بس قدم أولادي بيحبوها ماني قادر صدي أنا مريضة قدم عندي أولادي بيحبو ستون بشكل رهيب شو أول شي قلت لها يا أول ما رجعت وعيد بأمي أنا أعلم أنها سألت أين البابا هذا أول سؤال مع مين حكيته لكل سألت أين بيكون لأنه حل لك لأنه أخر شيء أمي أعيشين مع بعض لحالهم مثل سؤالة هي مين كان يدير باله عبيكم بغيابة لأنه يدير بال عليه وهي غابت عن البيت عم تحكي مريضة وعفكرة هي غابت عشرين يوم ومن بعد ما رجعت على البيت كانت نايمي بتاخد كمان نضلت وقت لأنه نطرينا نجيب نورس ونجيب بعالم لقد رجعوا وسترجعوا صحتهم اليوم حمد الله رجعوا مثل الأول وأحسن نعيناتهم أمي وبي بس أول سؤال كان بغين وبيكن هي هيك كان قدما قلب عليه مين كان سندك بهذا الفترة لما كنتو هل قد أطعين بمرحلة صعبة بقى أنا أخيّة كنتنا سند لأنه أختي مسافرة أختي بدبي منا قدرة تكون يعني قدرت ويسينا على التليفون تكون معنا كل الوقت رجع تجد بعدين بس بهاللحظة بالذات أنا أخيّة هلأ هايدي صعوبة أنا أخيّة لأنه أخشي أمي وأمه يعني الأم شو بدي يقول لي يعني ما في شي يقول لي إنه إذا بدي عكينا سوا مبسطنا سوا ويسينا بعض وهيكي وشجعنا وقوينا بعض بس إنه بس إنه هو السكين سندي ماهر ومرتي أكيد كمان يعني ما تنسم مرت معي بالبيت وطوّل بالك وبكرة بتصح إنه هلأ له حكي يعني هيدا ومرتي بتلعب دور كتير كبير وأنا هلأ عم جرب كمان شو بقوله كون كمان سند لقلم عنه كتير صعبة يعني كتير صعبة إما بحالة صعبة ووضع ما أنه هايين أهلا يشفي يا حبيب القلب أنا توصلت مع ولدتك وعندها سؤال إليك كمان ماما كمان شو أحلى ذكره بدفولتك هي ما هي ما هي صغير خبرنا هيك خبرية معه ما بعرف كل طفوتة مع أم كانت حلوة معنى جميعا ما بتذكر شيء بتذكر شيء هيك حادثة كثير يعني أنو بتذكرها بس أنا أم كثير كنت قريب منها يعني أنا كنت كل الوقت معها كانت تركيب فوزل كل الوقت، كنا نلعب بشكل عام، نحضر كيسون بوران شامبيون، كنا نحضر فطبول مع أمي كانت تحضر معنا فطبول، لقد قدي أمي كانت مشاركتنا، فإذا كانت أحلى ذكره تفوتي هي، كانت تشاركنا هؤلاء المومنس اللي عادة الأم ما بتشاركه، أمي كانت تمزح مع أصحابي بشكل رهيب، يعني أصحابي يحبوه لأنا تمزح معهم، كانت كثير تمزح كل الوقت، فأنا أمي كانت حدا شوف حالي فيه، يعني مين ما يجي لعندي أنو عارفوا عامي، لك أنو أمي مهضومة، تطبخلنا، تعد تأكل معنا، مثلا في عندي بس الصاحبة تيأكل كثير، تعرف أنو صاحب يأكل كثير، تقول له طبق طلق لأنك أنت فجعان مثلا، أو شي قررت كيف، أنو عندها هالأمور كانت، أمي كانت عظيمة، أمي أمي عظيمة، إذا بدأكتو جاهلة رسالة، شو بتدلك؟ الله يطول بعمرك، وتضلك حدنا يا رب، وتضلك مثال أعلى لأنا بالحياة، وكل شي بنعمله دايما بأي لحظة من اللحظات نتذكر شو علمتينا، ونستفيد من خبراتك، ونستفيد من سعة ثقافتك المهولة، وهيك، بعرف أن أولادك كثير بيشتأولك لما تكون بشغل، ما بتخاف أنو شوية الإعلام يخد من وقت أنك تقعد مع العائلة وتشتري معهم أكتر؟ دواحني الإعلام، الشغل كله دواحني، بصراحة، هذه أول مرة بيقولها، أنا اليوم ما بحبه، يعني بعتب على الإعلام، أو شي كثير أخدني من أهلي، من أمي وباية، ما بشوفوا مرة بالجماعة، وإيانا ما بشوفوا مرة بالجماعة، تصوّر شو سائلة، لأنو شاكنين شوي بعاد، والتصوير، والسفر، والشغل، عندي كثير شغل أنا كثير، وبيخدني، يعني ما هو المشكل إنو حطني قدام خيار إنو عندي شوية وقت، فبشوف أولادك أكتر بعض بالبيت، ولا بزل عند أهلي، ولا، يعني أنا أنا ساكن ببيت مري أهلي بالمصيد، كمان إحنا بعاد شوية عن بعض، فبعتب يعني زعلان من الأعلام أنا شوية، زعلان من شغلي، يعني بعتبروا حرمني شوية، من أولادي شوية، ومن أهلي كثير بعرف إنك شخص كثير بتشتغل، مطعبت؟ بش معرفك؟ بشتغل كثير، بشتغل كثير، يعني بشتغل الواحد، بيعيش آخر يوم بحياته، بشتغل من الصباح الصباح لآخر واتساب شغل بركب رد على ثلاثة بعض نصف ليل، عندي على التليفونة، يعني أنت بتقول كم conversation شغل؟ بشيء؟ انت ملقا كم لبرفع؟ بشيء؟ 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 إلى خصوات؟ أدعى؟ واحد؟ أدعى؟ بشيء؟ أدعى؟ ؟ نبذى؟ أدعى؟ بشيء؟ وأدعى؟ ... من أدعى؟ أدعى؟ كمان عندي كلاينتس بشتغل ماون ديريكت وعندي شغل بلافاند بيه كمان عندي شوية مطاعم على شوية كم شغلي على شوية نايت لايف على شوية كوميدي كلاب عندي استثمارات كله بلاحقه أنا عندي فريق يعني عندي موظفين وفريق أعمل وهيكي بس كتير بشتغل بشكل رئيب كيف تعوضلن لأولادك ما عم بقدر عم بقدر عوضلن هو أكتر واحدة لما عم بقدر عوضلها هي مرتة مش هو أولادة والأولادة ما بيأسر والأولادة بي رح يمبصوا أنه أنا عم بتعكرهم شي مشوفوا حالهم فيه بس هي حرام هي مرتة صراحة لأكتر شي قايب عنا هي مرتة وأهلة بس مرتة كتير بتعاني من غيابة بعرف انه طريق دايما سندتك بعرف ده هي شخص عن جد بيحبك وكتير بيدعمك ده وشو ما عملت إذا بدك تقل له شي شو بتقل له لانتاليه لانتاليه بدي ألا تنكيو على كل شي بدي ألا أنك أم عظيمة بدي ألا أنه أنا كمان أنت أنت حتبكيني اليوم لأنه أنا جاي اليوم بحق بوضع بلنيرابل يعني أنا وضعي أصلا اليوم ضعيف فهلأ قلت تقلي وجه كلمات حتبكيني خاصة موضوع لمرتي ألا شدي حالك وأنت أم عظيمة وأمك أم عظيمة ومثل ما أنت كتير كل الأوقات كنت سند لقلي بشغلي كنت سند لقلي بمسيرتي الإعلمية بمسيرتي المهنية دايما كنت سند لقلي ودايما كنت حميتي لي ظهري رح جرب أنا قدمه في دعمك بهذه المرحلة الصعبة بعرف أنه صعبة رح جرب قدمه فيه وإن شاء الله على خير يا رب وإن شاء الله عليك وإن شاء الله عليك كتير بكيت لما ابنك مارك خلق إذا بدك توعدوا شي لقلو ولكارل كمان شو بتقلوه لأن شاء الحلقة كلها بكبكت شو لص يا خي إذا بوعدوا شي لمارك وكارل أنا بوعدوا لشغلي لمارك وكارل بوعدوا أنه كيف ما بيمشي بشوف حاله فيه وبوعدوا أنه بخليه يفتخر لما يقول أنا مارك هشام الحداد أو كارل هشام الحداد يعني بوعدوا أنه يفتخر فيه ما بوعدوا أنه يقولوا أنه يهرب لما يقولوا ما هذا ابن هشام لما يقول لك هذا ابن هشام بكرة نحشوف حالك الحمد لله أنا يعني مسيرة الإعلامية نظيفة لا عمولة ولا عمالة ولا فساد ولا شيء مسيرة المهنية بحياتي بتسمع أنه هشام أكل مصاري على حدا أو هشام عمل شي مع حدا أو شيء الحمد لله أنا مثل بيه نفس الشي بيه هيك نسيته وأنا هيك نسيته مثل مثل شو بقوله مثل الدهب فبوعدوا أنا كمان متما أنا بشوف حالي بيبيه وبسيت بيه أنه هو يشوف حاله بسيته وارفعله رأسه وأما كان على أمل أنه هو كمان يرفع لي رأسه هو خيه ليه بتنام بس على مالة الحات نظوط شو عرفه ليه خبرنا بعتقد شيء علياه بالحرب شيء علياه بالإنسيكوريتي اللي كنت عناناها بالحرب لأنه لما نحن صغار كنا نامونا على فرشة على الأرض أيها بالأصف ويحطوا الفرشة على بغية الحات وأنا كنت تمام هيك مالة الحات بعتقد هيدا الشي هو السبب لأنه لليوم ما في نام إلا عمالة اليمين وبودي يكون في شيء بوجي يام خلط ديه هيكي أنا أنا نام حس أنه في شيء قريب ياب القتال بياب القتال بيكون في لامبادير صب حب حس أنه في شيء قريب وأنا هيك فسرت الحرب لأنه ما في قد تفسير نوه نام له الميلة ما في نام له الميلة ما في نام له الميلة ويكون في شيء قريب ففسرت أنه مبرك الجزء من الإنسيكوريتي اللي خلقت عندي من الحرب أنا خلصت الحرب عمر 12 سنة وبالتالي بعتقد من وراء هذا الموضوع ما أصدت للأسف والجريدة اللي كنت قرية عندما هو صغير كنت قرية الجريدة كان عمري 24 أو 50 كنت قرية الجريدة أنا بموت بالسياسة من أنا وبابا فأصحابي كنت أجي على المدرسة عم بقرية الجريدة هنه يستغربوا يضحكوا يضحكوا أنه ما يعمل هذا اللي عم بيقرية الجريدة ما يكونوا يفهموا ما هي بيدي وأنا قلت قرية جريدة كان يجي مثلا حيث يقول له عباية كان يحب يقرى الجريدة ويقعد يقلي مثلا كان عمري 8 أو 9 سنة كان يتذكر مثلا يقول لي شفت شو كطع بدأولي نصيف اليوم بالنهار مثلا فوت أنا أقرى شو كطع بدأولي كنت تفهم وقتها تقريون أكيد كان عندي هوسان السياسي والفوتبول من أنا وولد ما في كل شيء سياسي كل شيء فوتبول بدي أقرى لو شو ما كان ورفقني لليوم ما بقدر أنا في الشيعة ما في شيء له من حياتي لا السياسي ولا الفوتبول تحبون الفوتبول بعد أكتر سياسي هالأيام زائت منا قرفت منا كنا عم نحكي عن شويلة مصخر إذا بكرة أولادك كارل ومارك أجل عندك وقالوا لك في حدا عم يتمسخر علينا بالمدرسة كيف تتصرف بيشدوا حالهم بيكونوا عندهم ساقة بنفسهم مثل ما أنا عملكي مثل ما كل ولد لازم يراب بوله أهله أهم من الرب بوله الماتيماتيك والفيزيك والشيمية هي اللي بتساعدك بالحياة أكتر من أي شيء تاني هدي أهم ماتيار لازم تتعلمه أنت كيف هوني ما عندك ساقة بنفسك أنت اليوم عم تنجوز عم تعمل مليونز أو بيوز أنت أكيد مش معقول كنت مش معقول خلاق طوى زلم بالعالم أكيد نميت لشخصيتك وأكيد نميت لشخصيتك وأكيد نميت لساقتك بنفسك نميتها وأكيد أمك ساعدتك لتنميها وبيك ساعدتك يعني أكيد محيطك ساعدك ما فيك أنت لحالك أعتقد أنه لأنه لقد أردت هذا أشوف أمك وهيكي بحس أنه هي ساعدتك لتنمي لك التنمي لك وانا 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 كمان بنصحه ما بدي أنا يعلم ويدافع عن حاله يكون عنده ساعة بنفسه ما يخاف من أي انتئاد أو من أي تنمر أو من أي شيء بيتخطى لحدود معه أعراق في حالك وما يهمك رأيي الناس فيك صح أنا بعرف أنه أنت ونطالي بتتخانقه على كارل مين بيحب أكتر هي محسومة لما تسألو شو بيقلك هي محسومة هجاب باب كارل بعتقد يعني علاقتي أنا وياه بتتخطى كل العلاقات أنا أنا في ناس وبيات بيقولولي جيب بنت لأنه البنت كثير بتعطف عبيا كثير أنه البنت بتفرجي أنا بعتقد ما في بنت بتفرجي العطف اللي بفرجيني يا كارل أنا الشعور اللي هني بحسوه معنو ما عندي بنات أنا بحسوه بقوم الصبح نبوع على تبويسو عم بيغمرني ويبوسني إذا بغيب ساعة عن البيت بيرجع كأني رجع كأني رجع من السفر كأني رجع من السفر إذا بغيب ساعة عن البيت بيركت بابي فعليقتي أنا ومارك علاقة بلاقي بعد باي وابن بعد أحلى من كارل ما فيها اموشنز أتكار بس علاقة رجلين وشو بهم بصيت فيه بهذا الموضوع أنه أنا ويها علاقة رجلين بس تبه بس قالوا مين بتحبه أكتر بيحب مامي أكتر هذاك معلق بأمه بشكل رعيب معلق بأمه معلق بسته كثير بس أنت بتقول للناطالية أنه هي أي لطلة يقول هي لا 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 بعرف أنه هو الكبير بعرف أنه مارك بيحب أمه كتير بحبه وأنا بضيعون يحبه أكتر مني أنا عندي لعنى أنا كنت حب أمي بدي أولاد يحبوا أمه أنا بالنسبة للبات ما بيكون صحي إذا الأولاد ما بيحبوا أمه أكتر من بيون ما بيكون للبات صحي هذا المفروض أنا بستغرب أيام إنه بيكون في ولد باي بيطلق مره بديو أشيطة لو بيستغرب لأمه لأولاد لازم يكونوا لأمه مش إنه يعني لازم يحبوا أمه ولازم يحبوهن كمان إذا مش قد بيون أكتر من بيون ما بيأسر هيدا المظبوط وهيك بيكون البات صحي هلا إذا ما رح تجيب على هيدا السؤال أنا ونطالية بدنا نفتحك على الهواء ميت بشان خير بالليل؟ أنا وياها في فيديو في فيديو لا أنا وياها ريف تشان خير كمان قالت لك لا قالت لي في فيديو كمان لك إذا ما بشان خير بكون تعبين يا خي بكون تعبين أو يكون عندي لحمية أنا بشان خير إيه؟ بشان خير طب ليه بتتتلعوا بسيارتين لما تتتلعوا مشور مع بعض تتتلعوا بسيارتين لأن أنا بدي أسمع موسيقى غير هي موسيقى اللي هي بتسمعها فأنا عندي هذا الناسوء ساعة وساعتين وحطت نسيقى اللي أنا بدي أعطيتها أنا بحب إسمع مروان خوري وهي بتلاقي أنه هي واقر كفوري لكنه يجب أن تحب كثيرا مروان حرامي يجب أن تحب كثيرا مروان لكنه يجب أن تشعر أنه موسيقى مروان تسبب ريئة عليها لا تريد كل الوقت ريئة أنا أريد كل الوقت ريئة لأنني أسمع مروان خوري عبير نعمة ذلك أسمع ريئة يارا أسمع ريئة ننسي حتى إذا أسمع وقل أسمع ريئة لأنني لا أحب الأغاني دبك دبك أول ما صار في تليفونات عملت ضرب بعائلتك وتلبتك ببيت موي ماذا حدث؟ عندما كنت قليل خصية أنا وصغير على عكس ما هلا قد ما بشتغل كان بعض الشيط على السريلير دقيت لبي على المطبخ لجيب لي كب بيت موي من القوضة دقيت لطلع هيك قال لي ها شبه هشام؟ قلت له هاي ديك بقى بقى لي بالمطبخ دور فيك جيب لي كب بيت موي ينادي عم نحكي 96 عندما كنا قليل خصية ما غلنا أجل إذا ننهرج ما أحلى نصيحة أحدنا نعطيكيها ما شبه بالمضاع ما هي الرجل بالطلاP مե�صان بس عادة وبعمل اللي براسي فعلا أكيد إذا أمي شايفت هذا شيء إذا مرت شايفت هذا شيء اللي اشتغلوا معي بيعرفوا أنه أنا أخي شيء بعمل البروجيات اللي أنا براسي والدليل وأكتريتها بتنجح والدليل اللي أنا مش هنهيك عندي شوية ثقة بقراراتي وما بحب الشغل اللي أنا بعملها حدا يعملها عني أو حدا ينصحني فيها يعني بحس شوية بي هلا فيه شيء ما بفهم فيها بياخد نصاعي لأخرين بس شو نصيحة؟ يمكن من أنت وصغير يمكن الأهل بالعائلة أحسن نصيحة عطولي إياها أنه ما بقى يكون مع حدا بالسياسي هايدي أحسن شيء شو الشيء يعني مش ممكن تسامح حدا عليه تسامح كل العالم على كل شيء متسامح أنا كذب الخيانة خيانة الرفقة ما بسامح بحس أنه كل حدا ممكن يكون عنده ظروف أو ممكن يكون عينة من شيء أنا من الناس اللي بسامحوا يعني 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 ياريت حدا يقللي ياريت حدا يقلك شيء مرة حققت عليه وما سمحته ما عندي أنا حقق على حدا إذا عندك القدرة ترجع بالزمن لوراك وتتلقى بحياة لها شخص مين وشو بتسأله؟ أو شو بتقله؟ ما رح أحكي سياسة؟ نوع حدا يمكن بالعائلة من الأصحاب شيء أستاذ إرجع بالزمن إن حدا توفى؟ فيكون توفى؟ فيكون بطل عم تحكي معه وبطلتم مع بعض فيكون حدا يمكن عيش بغير بلد لك زمان مش لا بحب يرجع فيه بحب بزعل لإني ما عشت بزمن إم كالتوم بحب أرجع بالزمن أشوف إم كالتوم شو بتسألك؟ إذا أطلعت فيها؟ هالعظمي كلها بدي أسألك هالعظمي كلها منين جبتيها؟ مش معقول أنا شو بلاقيها عظيمة هالمرة شو بلاقي شو بشوفها بكبر شوفها كتير بكبر كتير عفكرة أنا كتير بقولي كتير بقولي يا ريت عشت بيهور الأزمنة ما بحب بفضل هوليك الأزمنة بحسة كانت أحلى يعني الخمسينات والستينات والسبعينات بحسة كلها كانت أزمنة أحلى من هلأ وريل أكتر من هلأ شو أنا كتير معلق بهذه الحقبة يعني إذا بسمع بس اسمع موسيقتها لهذه الحقبة بتأثر بحسة عيبي لونج سموير عندن هشام صغير من زمان شو بيقول عن هشام هلأ كيف شايفه؟ بضاي بضاي هشام صغير كان دايما عندو سؤال شو بدي عم بس أكبر بخاف خاي كان هشام صغير كان دايما خايفي أكبر والله بقول له عرفت تكبر منك هين إنه إنه عرفت تكبر مع أنه يعني هدا كان أنا متبع أنا هيدا الولد إذا بدك اللي يخلق فركوح يعني منه أقوى ولد بالعالم مش صاحب البنية القوية لأنه هيدا الفركوح يعني اللي منه سريع بالصف اللي منه هندي ما بيعرف يركب اشياء ما بيعرفي عربي يعني منه هيدا يعني عرفت كيف وكان دايما إنه هشام يعني يعني فهلا بس أطلع بحالي بقول له منك بس أطلع بحالي برافو روحي كبير يعني بقول له هيك أفا دائما إنه هيدا قبل ما تخلص الحلقة بدي أسألك إذا بتعرف درايكة إذا شي مرة سامع فيه من قبل درايكة هنا جلوتن فيه وكتير من إحلص صحة ولو إن كالويز حلا لك تبقى أنا درايكة بالنسبة لي موجودين بحياتي وحل كتير كبير لألي لأن أنا بحب أشرب كاز وبحب البزورات معهم فأحلى حل أفضل حل أعود عن البزورات أكبر شي ما بينصح بدي أسألك آخر سؤال بينتنا حبات الحلقة إيه حبات الحلقة أكيد إن شاء الله تكون عجبتك حبيبي تانكي ومهدومي الحلقة وجود لك لبعدين وإخر شي انتو وانت يعني البكرة بتحلوا محلنا وبتاخدوا محلنا وبتدوق الطعم اللي إحنا دقناه وإن شاء الله بتصيروا أحسن منا كمان شكرا على هذه الحلقة حبيبي اشتركوا في القناة